أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن ما يتعرض له أهل غزة وحشية لا تعرفها لغات الإنسان جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمشيقة الأزهر جوزيب بورل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومن جانبه أشار بورل لأنه يتشارك مع شيخ الأزهر في الرؤية المتعلقة بتحديات الشرق الأوسط والمنطقة وأنه لا حل لهذه الأزمات إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم